بعد حياة حافلة بالفعل النظالي والعسكري والسياسي يرحل اللواء أحمد مساعد العولق عن ثمانين عامة بدأ الرجل حياته بدور نظالي ضد الاحتلال البريطاني في جنوب اليمن وكان قائدا للحرس الشعبي بعد قيام ثورة الرابع عشر من أكتوبر تولى الرجل لعدة مناصب خلال مسيرته السياسية إذ عمل في سبعينيات القرن المنصر محافظا لمحافظة شبوة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ورئيسا لجهاز أمن الدولة ومحافظا لمحافظة المهرة بعد تحقيق الوحدة اليمنية كان الرجل أحد القادة العسكريين في الميدان بحرب أربعة وتسعين وقد عدة إجابهات خلالها ضد الانفصاليين وما إن انتهت الحرب حتى عاد الرجل إلى ميدان السياسة حيث تقلد منصب وزير النقل حتى عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين ثم عين محافظا لمحافظة ريمة من العام الفين وأربعة إلى العام الفين وثمانية كأول محافظا لها عقب إعلانها محافظة وفي العام الفين وتسع عامل وزيرا لشؤون المغتربين حتى العام الفين وأحد عشر ثم عضوا في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في العام الفين واثني عشر كما كان أحد أعضاء مجلس الشورى ظل اللواء أحمد العولق في المشهد السياسي اليمني في عدة مراحل ومنعطفات تاريخية ومناهضا للأجندات الخارجية ومتمسكا بالجمهورية والوحدة وعقب اندلاع الحرب ترأس العولق الهيئة الشعبية بمحافظة شبوة كمكون جماهيري يهدف إلى المطالبة بحقوق المحافظة ويعمل على تجنيبها النزاعات بمختلف أشكالها ولعل النعي الواسع للرجل والإشادة بأدواره المختلفة يشيران إلى أهمية مواقفه للدولة والمواطن